دكتور بواب أهلا وسهلا فيك مجدداً إلا عشتق نالك بلبنان لأنه عادتها بتقعد فترات طويلة هل عم تقسم الوحيد بين لبنان والخارج؟ نعم نعم للأسف يعني بس صرنا مضطرين أنه يكون عنا شي برات لبنان حتى ظلنا قادرين سندين لبنان والشركات اللي بلبنان أكتريتها صار عندها فروعة بره حتى تسود لبنان وحتى تخلي المواصفين والإداريين معها وما تتستغني عنهم وتقدر تضل تأمنهم الحياة الكريمة بقدمة فيها لآخر نفس اللي تلا بيقوله نحن ناخد منك أكيد تفاصيل عن قدية الفترة الزمنية بضطول وقدي عمر هالشركات يلي تأسست وكبرت وانتجت وعمرت بلبنان وللأسف يعني أخدوا قرار أنه يقسموا بالأشغال هو قرار تقسيمة مش قرار توسيعي يعني هي الفكرة أنه يمكن نزغر شوي لبنان نكبر شوي برة تنقدر نكون عم ندعم ونقدر نشغل صراحة يعني الشركات مثل ما حضرتك عم تقولي بلبنان في منها بترجع لأكتر من مئة سنة وفي منها طبعا أجدد وأجدد بس معظم الشركات العقلية بلبنان قديمة وعندها أجيال يعني في عنا شركات أنا كمان نائب رئيس الفاميلي بزنس نتورك اللي هي إذا بدك النتورك أو شبكة الشركات العقلية شبكة الشركات العقلية نحن تقريبا محدود لـ 150 شخص فيها منشوف أنه في عنا ست أجيال خمس أجيال أربع أجيال ثلاث أجيال ومنيموم منيموم منيموم اللي معنا هن جيلان وأكتر يعني ونوصل للستة وسبعة هيدا الشي بيخلي أنه عن جد لبنان يضل عنده هالاستمرارية وهالصمود وهالمسابرة بالكتاع الخاص وعم يضل يلاقي يبتكر أي وسيلة وأي بلد وأي طريقة لحتى يضل يحافظ على الوردان طبعا ويقدر يوسع طبعا أشغاله برة إذا كان بأفريقيا أو إذا كان بالخليج أو إذا كان بأي بلد بالعالم. آآ هو الهم أكيد هلأ هو الاستمرارية. الهم آآ نقل آآ إذا بدك الأجيال يعني تتالي الأجيال ما نخليها توقف ما نتخلي شركات تتفلس ما نخلي شركات تتوقف عن العمل نخلي المواصفين بأكبر قدر ممكن بقلب الشركات آآ ما يصير في بطالة نخفف قد ما فينا بدو يصير ما عم نقول إنه ما حيصير بالمرة بس قد ما فينا نخفف هالأمور آآ ونساعد المجتمع اللبناني آآ بهالقيام الصعبة آآ هذا هو إذا بدك هدف هلأ الكتاع الخاص بكل نواحي يعني إذا كان بالصناعة إذا كان بالتجارة إذا كان بالزراعة إذا كان بالمصارف إذا كان بأي بالقطاعات كافة اليوم هده هو الهدف بدي أخد رأيك بداية على الكلفة التلوث وهي كلفة باهزة وفسرة كيف مقصمة كذا مليار دولار سنويا وأهم ما يمكن الفاتورة الصحية بدين ما نكون عم نهتم متل الدول بالخارج كيف دون يحسنوا بيئة أعمالهم نحنا اليوم بقى ملتهين كيف دون نحسن بكل المجالات والقطاعات ما بقى نعرف الأوروبيات صحيح ما تعليقك على الموضوع والله أكيد نحن نعرف قديش الكلفة كبيرة وقال دكتور عفيف هلأ يعني آآ كلفة باهزة وكلفة هلأ خصوصا بهال جي دي بي يعني نحن الناتج القومي نزل من ستين مليار لعشرين مليار يعني قبل إذا كانت المليارين هنا تقريبا بشكله لنقول ثلاثة بالمية بالناتج المحلي هلأ المليارين بالكلفة الصحية بشكله عشر بالمية بالناتج المحلي كبرت الفاتورة نسبيا يعني هي ممكن ما كبرت بالقيمة بس كبرت نسبيا على حجم الاقتصاد لأنه حجم الاقتصاد صغير بهالثلاثة أربعة سنين مشان هيك عم نقول أنه أكيد هذا شي خطر غير موضوع طبعا الفاتورة الصحية هي موضوع سنين متل الأجيل متل ما قال يعني إذا حتى يعني مدام كانت حامل عم تنقل هذا الشي للمولود جديد عم بيغير أوقات الجينات تعيته عم بيغير بقى هيدا هيدا كتير خطر وأكيد يعني الله يعطونه نفع في كل الجمعيات وكل الوزرات اللي عم بتشتغل هالموضوع بس أنا بعرف وكلنا بنعرف متل ما قال كمان دكتور شاربيل هلأ أنه متل ما بالمثل العربي العين بصيرة واليد قصيرة يعني حابين يعنوا كتير أشياء بس ما في إمكانيات ما في بيجي وخصوصا بهالظروف هاي لأنه إذا بدك تغيير فلتر صار مكلف جدا تغيير فلتر طبعا لمعمل أو لشركة كبيرة عم نحكي بملايين دولارات بقى الأمور من نهاينة خصوصا بأنه بدون نزغروا النفقات وبهيك أسواق وبهيك ظروف بس متل ما قال إنه لأنه القانون عطيون مجال بقى معقول تاخد شوية وقت وتتحسن تدريجيا بداية أهم شي عم نفكر فيه مؤخرا أدي هالاقتصاد نشغل على تدميره واليوم إذا بدنا نرجع نوقف على إجرينا أدي أهم شي اليوم نرجع نفكر بالبيئة الحاضنة ببيئة الاستثمار اليوم نرجع نشجع الناس أنه في بلد فيه عديلة وعدل وفينا نحضن المستثمرين من الخارج لأنه كل يعني حيالا خطة إنقاذ إذا ما فكرت بالنمو ما فيها تستمر مئة بالمئة مئة بالمئة هلأ هيدا المشكلة لأنه نحنا بعدنا يا محلة أنه ما في نمو نحنا بعدنا بالتراجع وتدمير للاقتصاد نحنا مثل ما قلنا قبل نزلنا من 60 مليار ل20 مليار نحنا تلت الاقتصاد اليوم التلت الرواتب عم بتندفع تقريبا بالاقتصاد تلت تقريبا الاستيراد الي كان أو نصه يعني بكل المؤشرات مخيفة البطالة أكتر من 50% الفقر أكتر من 80% ما في مؤشر إيجابي وبعدنا لليوم عم نتراجع ما وصلنا حتى للقعر لحتى نبلش نطلع النمو هو شيء أساسي جدا بالاقتصاد إذا ما في نمو ما في اقتصاد ليش لأنه دايما في زيادة لعدد السكان لما عندك زيادة لعدد السكان هل السكان بدهم احتياجات هذا هو الأساس تاع الاقتصاد شو هو الاقتصاد هو في حاجات وفيه إذا بدك عروضات هالحاجات بده تلبي أو العروضات بتلبي الحاجات عرض وطلب عرض وطلب هذا هو ولو أنه بالعالم كله في نمو سكاني بالنحية إذا عندك نمو سكاني بدك نمي معه كل شيء يعني إذا عندك مثلا إنتاج قمح صار بدك أكتر منه سنت اللي جايه اللي بعدها أكتر وأكتر بأي سلعة بأي خدمة مع كبر الرقم أو العدد الساكنين بالكرة الأرضية بأي ظرف بأي بلد نحنا بدنا نمو حتى نقدر نغطي هالحاجات بس في نقطة اليوم هون ذكرتها بده أوقف عندها قدي برأيك اليوم في نمو سكاني باللبنان مع هيدا الظروف الاستثنائية اللي عم نعيشها لأنه في حركة تهجير وفي أسئلة عند الشباب غير قصة أنه ما قدرين يأمنوا مستقبلهم أو يقولوا أنه نحنا قدرين نبقى بأشغالنا ما عارفين على أي سعر بدوا يقوموا بحاجاتهم لحتى يجوزوا بجيبوا بلاد يعني في تغير ديموغرافق إذا ما نكفي بهالطريقة للأسف بدي إليك شغلي كثير هون يمكن مزعجي بس هذه الحقيقة اللي عم بصير أنا ما بحب كون سلبية بس الواقع مرات لا بس بدي نقول الوقع مصبوط للأسف اللي عم بيهاجروا هني إذا بدك مثل ما بيقولوا هجرة الأدمغة هجرة الناس الكفوقين هجرة الشباب كمان هجرة الشباب هجرة المنتجين واللي عم بيضلوا وإذا بدك ينجبوا أولاد وتكتر عم بيكونوا من غير المنتجين والأكترية عم بيكونوا إذا بدك بالمناطق النائية وحتى مش بس كلهم لبنانية المشكلة عندنا كمان بتعرفي أنه عندنا بحدود المليون ونص سوريا عايشين بلبنان وكمان بنعرف حسب الأحصاء قطعت الأمم المتحدة قديش بهالعشر سنين اللي كانت زود الحرب السورية لليوم وبعدها مستمرة صار عنا مئات ألوف الولادات لسوريين بلبنان بقى هيدا كمان عم بيشكل ضغط أكبر على الاقتصاد اللبناني فعليا إذا بدك كعدد كعدد عم بيزيد وفيه نمو السكاني بلبنان ومع كل الهجرة لأنه العدد بس النوعية مختلفة وهون فرق كبير إذا بدك بالعدد أو النوعية يعني يمكن عم نصير نحنا بداية الخمسة ستة مليون وسبعة مليون بس النوعية المنتجين إذا بدك والشباب وهذا هي اللي عم تغادر وهون عم نشوف أنه تراجع نوعية الاقتصاد تراجع نوعية الخدمة تراجع نوعية السلع تراجع بكل النواحي بالبيئة الحاضنة بالبنى التحتية يلي عم بيؤدي لدمار شامل للاقتصاد وإذا اليوم بدنا نبدأ بالتحسين بدنا على القليلة بين الخمسة والعشر سنين حسب باقية مجالات لنرجع اللي كنا عليه بال2019 و2018 فعلياً الدمار اللي صار بالاقتصاد ما في شيء منه يعني ما بيرجع بس بده وقت لو بلشنا اليوم ونحنا بعد ما بلشنا هون للأسف يعني نقول مثل ما قلت بالمقدمة بالمقدمة الحكومة والدولة وكل الطبقة السياسية حتى ما نسمي أي طرف لأنه كلهم مسؤولين من 30 سنين اليوم كلهم ساهموا بهالالأزمة وبهالدمار وبهالكارسة الاقتصادية يلي روحت أموال المدعين يلي سببت بخسارة الليرة اللبنانية 95% من قيمتها يلي عملت هالبطالة اللي فوق الخمسين بالمية يلي عملت إذا بدك الناتج المحلية أقل من الثلاث يلي عملت اليوم الفقر أكثر من 80% كل هيدا مؤشرات كتير خطرة وبعدنا نحنا ما عم نلاقي أي بوادر للحال لحديث اليوم إن شاء الله يكون شيء قريب نقدر نبلش على القليل نوقف لأنه قبل ما نوقف ما فينا نطلع بدنا نوقف بمحل لنبلش نرجع نطلع لأنك ذكرت المدعين ولأنه بيسألونا المدعين دايماً عن مصير أموالهم ولأنه حق المدعين مسكور بالدستور اللبناني أدي برأيك اليوم أي خطة إنقاذ مالي ورؤية اقتصادية مستقبلية مسموح أنه ما ترد أموال المدعين صراحة منه مسموح هذا الموضوع يعني منه مسموح أي خطة ما ترد أموال المدعين هني متبقلتي حق المقدس في يتحملوا جزء بسيط من الفوائد يمكن اللي أخذوها للمساهمة بحل المشكلة بس بدأت تقصم هي هني أربع يعني هني دولة لبنانية مصر في لبنان المصارف والمدعين كل واحد بدي يحمل شقفي بس بدأت تقصيم الشقف اللي عملوها هني إذا بتحبي الخطة التعافي اللي سموه خطة التعافي وأنا بحدة حلقات معكن وبرا سميتها خطة تعاسي مش خطة تعافي هذا اللي أنا اللي سميه لها الخطة لا أنا ما بتذكر التعافي أكيد تعاسي اللبنانيين صراحة معمولي لأنه عم بتحرم كل الأجيال الجاية من هالودائع اللي موجودة بقى فعليا بدي يكون فيه توزيع الخسائر بس التوزيع الأول 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 بدي يكون على الدولة اللبنانية بنسبة 50-60% بعدين على مصر في لبنان بحطة يمكن 20% وآخر هوري 20-25% بيتحملون بين المصارف وبين المودعين من يمكن الفوائد والهندسات المالية يلي عملت من 2016 وحسب قيمة الإداءة الوديعة وحسب الفوائد اللي أخدوها وإمتى كانت محطوطة من أي سنة هاللي فاتت بآخر سنة فاتت من عشر سنين بقى من عمل الحسابات وفينا حال اليوم الدولة اللبنانية منا فقيرة ومنا مفرسة أي واحد بيقول أن الدولة اللبنانية مفرسة هذا الشيء صراحة بالاقتصاد غلط دولة اللبنانية عندها أول شيء عقارات بمليارات الدولارات غير مستثمرة كمان طبعا مليارات الدولارات عندها الأملاكة البحرية عندها الكهرباء عندها التاريفون عندها المرافق كلها بعدها طرقات أي شيء عندها الميدل إيست عندها الكازينو تليكوم كله كله هيدا اتصالات هولي بيسوا مليارات دولارات إذا بنعمل لهم شيء اسمه ديسكونت كاشفلو يعني هل شركات وهل الاستثمارات هذي فيها تجيب مليارات الدولارات لأدام فينا نشوف نحنا اليوم قديش إيمتها الفعلية إيمتها الفعلية كمان مليارات الدولارات يعني الدولة اللبنانية ملنها مفرسة و واللي صار إذا بدك هو لكن مرحلة كمان اليوم تدميرية يعني ديفالوية يعني إذا بدك تقول اليوم نحنا منهم بعقيمتهم الحقيقية أكيد عم بتحكي عن الودائع عم بحكي عامة عن كل القطاعات العامة لليوم يعني اليوم إذا بدنا نبيع نحنا شركاتنا ومؤسساتنا أو الدولة بدأت تستثمر فيها لا ما بدنا ناخدهم على السعر أكيد ما بدنا ناخدهم على السعر اليوم هدا اللي كنت عم بقوله نعم نحنا بدنا ناخدهم نشوف مستقبل هالستثمرات قديش بتعطي سنويا لقدام عشرين سنة لقدام ونرجع بنعملها خصم لتاريخ اليوم صح على فايدة معينة حتى تعطينا المزبوط الإيمتها الفعلية اليوم يعني مثلا إذا شركة لنقول التليفونات شركات التليفونات كانت تعمل بحدود تعطي مليارين دولار لوزارة الاتصالات شركتان كانوا يعطوا كل سنة اخد طبعا قبل الأزمة مليارين دولار طب إذا مليارين دولار بناخدهم عشرين سنة يعني أربعين مليار بنخصمون على فايدة معينة يعني هو لبيسوا تقريبا عشرين أو خمسة عشرين مليار دولار بوقتها وهيك من قيم كل المرفق قداش بيعطي المرافق التاني قداش بتعطي المطار قداش بيعطي شركة الميدليس قداش بتعطي الكازينو مثل ما قلنا وإلى آخرين طبعا هيدا بس بده بيئة حاضية بده بيئة سياسية بده بيئة قانونية وحقيقية بده الشركات لا تستثمر بتعرف حالا إذا صار في نزاع صار في دعوة كيف بده يتمت الشرية كيف بده يصير الحل المشكلة ما فيها تكون شركات أجنبية خصوصا أول شي بتسأل عنه هو نظام الخضائي أي شركة عالمية بدا تفوت على بلد معين بتسأل عن نظام الخضائي لأنه أهم شي بالنسبة إذا صار أي نزاع بينه وبين موظف بينه وبين زبون بينه وبين شركة تانية بينه وبين مورد بده تعرف كيف تحل الأمور إذا الأمور ما بتنحل لعشرات سنين ما ممكن تفوت مشان هيكي القضاء أولا طبعا الجو السياسي والأمن أكيد هذا من الأولويات كمان أكيد ما يكون فيه خطف ما يكون فيه سرقات ما يكون فيه أعمال إرهابية ما يكون فيه حروب كله هيدا بده نأمنه ومنه صعب يتأمن إذا كان فيه اتفاق بكل الأطراف اللبنانية إنه نحن صفحة بده نطوية بده نبلش صفحة جديدة بده نشتغل مظبوط بده نجح نطور بده نخلي أجيالنا بلبنان مش نهجرهم لبرات لبنان اليوم حضرتك بتمثل القطاع الخاص وبتشتغل منه مثل ما ذكرت يعني شركات ومؤسسات العائلية لعمرها سنين وأنت منها بتشتغل حتى مع جمعيات طعنا بالاقتصاد وبالمجتمع عامة لتمكين المجتمع وأفراده اليوم يعني رح يصير فيه عمل بمجلس النيابي وبالليجين النيابي كيف برأيك القطاع الخاص لازم يكون عم بيواكب تشريعات المجلس وما يتفرج لأنه بالسنين الي مرأت فعلاً صار فيه قرارات بتعاكس كلياً العمل الطبيعي بأي شركة ومؤسسة بلبنان وخارج لبنان صحيح هيدا شيء كثير كثير أساسي وبيصير بكل دول العالم فيه شراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام يعني القطاع العام ما بياخد أي قرار بدون ما يستشير القطاع الخاص وهيدا الشيء بيفيد اتنان حيفيد القطاع العام لأنه إذا تضرر القطاع الخاص ما هو مين بيمول الدولة بقية محل مش عم نحكي بس لبنان القطاع الخاص هو اللي بيمول الدولة القطاع الخاص هو المنتج الدولة هي لتأمن الحقوق والواجبات تعيات المعطنين وتأمن له البنى التحتية لا يقدر يشتغل هالكتاع الخاص الدولة ما عليها هي تنتج الدولة عليها هي ترائب هي تنظم هي تشرع هي تحضر البيئة الحاضنية تحضر الطرقات تحضر البيئة التحديد حضر الاتصالات لا يقدر القطاع الخاص هو يقوم بدوره بالشكل فعال بقى أكيد يلي كان عم بيصير قبل هالقرارات العشوائية ما فينا نسكرة كلها هلأ بس منا مثلا زيت الرتب والرواتب سلسلة الرتب والرواتب وغيره من الأمور اللي صارت من وقتها وبطريقة عشوائية وغير مدروسة وما معروف قديش كانت حتكلف الخزينة وكيف حدت الكهرباء وكهرباء اللي روحت 40 مليار وغيره في كتير أمثلة مليارات الدولارات ان هذا اللي تراحت كانت دولة لبنية في 90% من الأمثلة كانت دولة عم تصرف بالسنة 16 مليار دولار 16 مليار دولار عمدة اخر 10-15 سنة بالسنة هدرنا مليارات الدولارات وهلأ عم نترجر الصندوق الدولي يعطينا 3 مليار و 4 مليار يعني شوفوا قداش نحن بأزمة وقداش كنا عم نبزخ وعم نروح ونهدر من تعبنا طبعا تعب كل الشعب اللبناني وضرائبه ورسومة اللي هو دافعها منه ومن تعويضاته ودق على الناس اللبنانية هلأ عم تحكي مثلا الناس اللي عم تتقعد ما فيها تعيش بقى ما عنده طبابي ولا عنده تعويض نهاية الخدمة تعويض نهاية الخدمة صار قيمته ماشي بينات تسموه يعني ما بقى له قيمة بقى في عنا مشلة كبيرة جاي على البلد من كل اللي عم تقعده هلأ يعني اذا كان الكوى العسكرية او الكوى الادارية او المدنية وعندك موضوع حتى الكتاع الخاص يعني حتى الضمان الاجتماعي ما بقى فيه ضمان الاجتماعي اليوم ما فيه تعويض نهاية الخدمة شو بيطلع؟ كان هذا يعتمد عليه الموظف لما يخلص على الاربعة وستين يقدر يعيش هل باقي من حياته عشرين سنة خمسة عشر سنة تلاتين سنة قد ما بيعيش لا حتى يضل بكرامة عايش بكرامة عايش بصحة جيدة بقدر يفوت على مستشفى فيه حلول اليوم عم يكون فيها فعلا القطاع الخاص لحتى يضل واقف على اجريه وليستبدل متل ما ذكرت المواقع القطاع العام يلي بطلت موجودة نهائيا برجع للمؤدمة تبع البرنامج ويقول اليوم التيم قال لي بنا الفوت على ستوديو انا وياك انا مكبرت المؤدمة قلت كلمة تختصر كل يلي ما قول وينقال نحنا مش بحاجة لشي عطونا بعض الاصلحات وبدأ نطمع بكل الاصلحات يعني اليوم قدي بيصير في فرق اذا فعلا بنشوف خطة بتلحظ الاصلحات فكرة بتلحظ تحسين انتاج القطاع العام يعني حتى الكهربا ما بدا خطط لانه موجود يعني اليوم اذا حصلنا بس بهالمعامل الموجودة وفي خطط من سنة الخمسين موجودين قدي اليوم هالأمور البسيطة ممكن تعود على لبنان كتير نحنا شفتنا فترات في لبنان لما عن جد حطينا براسة انه بدا نشتغل شفتنا النمو بيوصل للدبل ديجيت شو يعني دبل ديجيت يعني رقمان يعني عم نحكي فوق العشرة بالمية يعني عادتنا النمو بيكون ثلاثة، اثنان، اربعة هيدا النمو طبيعي اي سنين عم بتدرر هيدا النمو شفناه بفترة الـ 94 لـ 2000 تقريباً بفترة الشهيد رفيق الحريري نعم اللي كانت وشفناه مرة تانية بالـ 2008 للـ 2011 بعد ما صار فيه انهيارات بالاقتصادات العالمية من أوروبا وأمريكا واستفاد بنا لبنان بوقته وايجا كتير وداية وايجا كتير استثمارات وبعد طبعا الحرب الـ 2006 اللي كمان كان ايجا كتير أموال لإعادة الأعمار من قطر ومن الكويت ومن السعودية ومن كل الدول الخليج وهيدا الشي شفنا بهل الفترات نموه 11 و 12% ريل يعني نموه فعلي وهيدا ممتاز كتير طبعا وفينا نرجع هلأ بظرف كتير قليل نبلش بها تطلوع بـ 10 و 12 و 15% بعد الاقتصاديين لحظوا وأنت منهم أنه إذا ما كان فيه بالفترة المقبلة الانقاذ بياخد كتير وقت 17 سنة ساعتها بدنا أو 20 سنة بنقول عم نخسر الناس مظبوط مية بالمية اللي عم تقولي هذا كان بدي يقوله بالحرف الواحد مظبوط بقى يلي إذا ما عملنا بعد ما هالأزمة الكبيرة اللي نزلتنا من 60 مليار لعشرين مليار يعني نحنا صرنا بالتلت لنقدر نطلع إذا عم ننمى بـ 5 و 6 و 7 ومية بدنا بطلع عم تقولي 17 لعشرين سنة لنرجع اللي كنا عليها بالـ 2018 بينما إذا طلعنا بـ double digit growth يعني هنطلع 15 بـ 12 بـ 10 مية اللي هو هنطلع بسرعة و هنكون ماكسموم أخذت معنا خمسة إلى عشر سنين حسب قداش كان النمو سريع بقى عنا حلين يبدأ ننمى شوي شوي يبدأ ننمى بسرعة بإدرات قوية بأجواء كتير ميحة بس يعني بدنا نكون كمان واقعيين صراحة هلأ فيه أزمات تاني عالميا يعني كمان مش بس لأزمة الاقتصاد لبناني لأوكرانيا وروسية صحيح ما بعد الكوفيد يوم كلفة النفط والغاز والبنزين والمزوت وكلها هادي عالميا وكلفة السلع كلها الأولية من معادن لأمح ولزايت ولغيرها هادي إلا تأثير كتير سلبي كمان على الاقتصاد لبناني لأنه فيتورتنا نحن مستورة 80% ما مستهلكم بعدنا لليوم فيتورة الاستيراد عم تكبر وفيتورة الاستيراد يعني كلها بدأ أموال أجنبية يعني بدأ دولار وبدأ يورو وبدأ غير هيدا الموضوع عم بيأثر سلبا وحيأثر سلبا كمان عن نمو الاقتصاد اللبناني لأنه هالإنفليشن العالمية كتير خطرة هلأ بهالمرحلة هاي بالذات من وقتها بلاشت الحرب الجوسية الأوكرانية لليوم يعني نحن حركة أسعار السلع مراحكم كتير بإيدنا أكيد أكيد منا بإيدنا وعم بتطلع بشكل بشكل مش طبيعي يعني نحن اليوم في أشياء في مواد مثلا مثل المزوت والبنزين وهول دوبل سعروا من أول أزمة الأوكرانية لليوم ونحن دوبل حاجتنا كمان بقى هادا بدوك مساء انتك تستاود ثلاثة مليار لنقول بقى بدك تستاود بستة مليار محروقات لتقدري تغطي الاستهلاك تأمل الحارة وغلق بعد ما فتنا بفصل الشيطة بفصل الشيطة عندك التدفئة وعندك المزوت بقى كمان حزيد أكثر بقى ما في شك حتى نكون واقعيين البلد بالصعوبة مش بس البلد بلبنان في أزمة عالمية اقتصادية وعم تنعكس على لبنان ولبنان هو جاهز للأزمة وعنده أزمة كبيرة وعم بتزيد عليه هادي الأزمة العالمية أكتر وأكتر بس ما بدنا كمان متل ما قلت انه يكون لأ نيقس والمستمعين أو المشاهدين اليوم اللي يكونوا بيجولوا كتير تشوئيمي لأ في عنا حلول الحلول واضحة وصريحة وشوية إصلاحات متل ما حضرتك قلت مع إرادة سياسية وحف مع إرادة سياسية وحف مع بيئة حاضنة مع بنا تحتية ترجع تتطور من شبكة الطرقات للمطار للكهرباء للتليفون لغيره للإنترنت أكيد اللي هو صارت شيء أساسي بعدين نحن فينا موضوع القضاء متل ما قلنا نشتغل عليه بطريقة سريعة جدا عنا كتير قضاء تنزيهين بس بدنا نترك إذا بدك اليد السياسية عنهم ونتركهم نشتغلوا بحرية ونبعد سياسي عن القضاء خاصة أنه نحن لازم نحسن قوانيننا لحتى تكون عم ترعى المرحلة الموجودة حالية بس الموجودة كمان نيحة نحن مشكلتنا مش بالقوانين مش كتنا بقي عندنا تطبيق الأولى صحيح وتطبيقها إذا طبقت بشكل عشوائي أو بشكل تمييزي بين شخص وشخص وهيدي التفاضلية والزبائنية مثل ما بيسموها هادي كتير خطرة وهي اللي عم تخلي ناس بسامنة مثل ما يقولوا بالعرب الجداري شو ناس بزاد نحن على المواطن كله المواطنين اللي لازم يكونوا على مستوى واحد ما في فرق وما في حدا أعلى من حضا بعد عندي السؤال كتير مهم لك واختم أنا وياك عن دور لبنان طبعا لكن موضوعنا كان دايما نعطي أفضلية لمواضيع الداخلية ومننسى أنه نحن شقفة من منطقة في عليها كتير نزاعات مننسى أنه نحن كمان عنا غاز واعد بالبحر مننسى أنه حدودنا لم ترسموا عنا ملف مع جيراننا اليوم برأيك كيف لازم يتعاملوا مع ملف النفط بشكل أنه يخدم الاقتصاد الداخلي وبرأيك ما هو دور لبنان بالمستقبل القريب وبنخدم؟ صراحة ملف النفط ملف كتير كبير وملف منه تتابع للبنان إذا بدك يعني اللبنان عم بيجرب قدمة في حسن من شروطه حسن من قدرته على ياخد قدمة في زيادة من هالموضوع خصوصا هلأ عم نحكي بجنوب خط النقورة وهلأ خطوط هاي التسعة وشرين وثلاثة عشرين وغيرها وعندك كمان مشكلة تانية بشمال يعني هي مشكلة مش بس بجنوب حتى مع الجيران في مشكلة يعني عمنا مشكلة تانية واحدة مع سوريا واحدة مع اسرائيل وهون المشكلة الأكبر كمان لأنه بالنهاية واحدة كمان مستلمتها الأماركا واحدة مستلمتها روسية ودور لبنان عم يجرب ودايما بس الدول الصغيرة اللي مثلنا ونحن من أصغر الدول بالعالم ما كثير عندها إدرع على التفاوض بأشياء دولية وبأشياء أكبر منا مثل مشاريع النفط والغاز وشفتنا دول أكبر منا بكثير يعني عم ناخد مثلا ناجيريا من أهم الدول المنتجة للنفط بس الشعب اللي بقلبها اليوم لأنه فيه فساد لأنه فيه هادر لأنه فيه زبائنية لأنه فيه دول مسيطرة عليهم وعراراتهم شعب فقير جدا 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 عرفت كي بقى يمكن أوقات مثل ما يقولوا الغاز هل هو نعمة أو نقمة يمكن ما يكون هو النعمة يعني صراحة وحتى لو كان نعمة هو لونج ترم يعني على المدى الطويل منه اليوم يعني نحن اليوم لو بشرنا بالتنقيب والاستخراج وايك بدنا سنين لنبلش ناخد المردود تاعه والدولة اللبنانية لنقول فيه 300 مليار قدروا ب300 مليار 400 مليار 500 مليار لنقول فيه غاز ونفط بلبنان هولي أول شي فيه 60 ل70% منهم مش للبنان اللي هول بيروحوا لشركات التنقيم لأنه هي عم تجي وتستثمر وتحط العمال وتحط الشغل وتحط الأبار وكله والباقي بيعطول للدولة الدولة هون ساعتها بدأت تخدم كمان على مرحلة طويلة عاصلين إلا إذا بدأت بيع عقود آجلي يعني بدأت بيع من اليوم شو جاينا بعد 20 سنين ساعتها معقول نقدر نفوت إذا بدك مصاري أكتر بس الأمور منى بهالسهولة منى بهالسرعة والأمور بدأ إدارة كمان داخلية صح بدأ إدارة وبدأ صندوق سيادي وبدأ يعني بدأ كثير شغل بس حتى يعني ما نقول متل سحر سحر إنه هلأ طلع اليوم الغاز يعني خلص اللبنانية كلهم صاروا متل قطر أو متل الكويت أو متل السعودية عن جد لأ يعني الأمور بغير اتجاه وبدأ كثير وقت ويمكن تفيدنا ما نقول لأ مانه غلط بس بده وقت طويل ما نتأمل كثير نكون واقعيين كلمة أخيرة نتمنى على الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية بكل أطيافة وكل أحسابة أنه عن جد تعطي أولوية بقى للشعب اللبناني بكفينا تعطير بكفينا مشاكل بكفينا كآبة بدنا نعيش مثل ما عم بعيشوا بكل دول العالم كله على التطور كله على نمو كله على أزدهار عندهم مشاكل ما في حدا ما في دولة ما عندها مشاكل بس مشاكلهم بتكون محدودة مشاكلهم بتنحل بفترات قصيرة نحن عناينا بما فيها الكفاية أعطونا فرصة بقى كتاع خاص كاقتصاديين كشعب كشعب أنه نرجع ننمى ونشارك بالنمو ونرجع نفرجيكم أنه لأ لبنان فيه يرجع إذا أطيتونا بس فرصة أعزائي مستمعي ومشاهدي صوت لبنان برجع برحب بدكتور باسم البواب خبير اقتصادي لقاءتنا نحن وياك رح ترجدد قريبا الله راد مثل ما قال بالآخر أنه مش بس عطونا فرصة نحن نطلب المسئولين يتحملوا كل المسئولية يلي بين إيديهم هيدا مرحلة مفروض تكون ننقل من مرحلة العذاب إلى مرحلة مرحلة ذهبية فيها تكون مثل ما ذكر يعني بطريقة النمو طريقة دراسة ومقاربة الأمور البلد طبعا منه للبيع البلد ما فينا نسكره ونفل منه البلد ما فينا نضيع له فرصه لأنه فيه مواطنين احترموا حقوق المواطنين والبيئة كله بيتدبر إلى اللقاء الأسبوع المقبل خليكونا الموعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر